لو البنت العزباء رأت أنها لابست حزاء جميل شكله شك جدا وتقدم لها شخص للزواج بقول لها توكل على الله ولكن إذا قالت للمفسر في المنام أو رأت في منامها الحزاء واسع شوية الحزاء في ثقب من الأمام أو من الخلف الحزاء نص لون والنص التاني لون أنا بتوقف معها وبقول له سطب في أبو يحيط الحزاء شكله جميل وكعب عالي إيه يعني ما يكون شوية واسع إيه يعني ما يكون شوية فيه صجب صغير مش باين لا أنا بقول لها أن ده هيكون عيب في الشخص ده لأنه مش على مأسها لأنه زي ما نقولت سابقا أن الله سبحانه وتعالى جميل ويأتي بالجميل فلما يجيب لك منام وبيبشرك بالزوج الصالح هيكون ربنا جايب لك كل حاجة مصبوطة ما يكونش فيها عيب طيب لما تلاقي هنا فيه العيب الحزام واسع أو فيه صجب أعرف أن الشخص اللي جاي لك في الطريق ده هيكون فيه عيب صغير أو فيه عيب كبير طبعا أنا لازم أبينهولك لأنه فيه ناس كتير أنا بقول لها ده فيه عيب تصغير طب ممكن يكون مثلا فقير ممكن يكون مثلا تعلمه مش قد كده ممكن يكون كذا ممكن يكون نرفوز ممكن يكون ممكن يكون فأنا بقول لها أنا بعرفك علشان بعد كده في يوم من الأيام ما تكبرش المشكلة وتحصل طلاق يحصل انفصال وكتير حصل كده فأنا بقول لها صل استخارة له اسألي عليه جيدا علشان ما تتعبش نفسك في الآخر وتروهيك نفسك وتوافقي وبعد كده تقولي ياريتني سمعت المفسر أو ياريتني ما كنت اتجوزته أو ياريتني ما كنت اتخطبته له تمام كده طيب عشان ما خوفش برضك ويكون فيه جاي عريس كويس ويكون الحزاء شكله جميل وحمر أو شكله فضي أو شكله أبيض أو كدشي ويكون فيه مثلا واسع سنة أو فيه ثقبه صغير أو لون ولون وتقوم صاحبة المنام في المنام تقول ايه بقى طب أنا هصلحه أو أنا ايه هحاول بقدر الامكان في المنام ما بيجي كده وجالي منامات كده إن أنا بيشوف في المنام إن الحزاء تضع واسع شوية وتوأمت معاه يعني قدرت إن أنا أمشي فيه كده أنا بقول لها إن أنت هتعرفي الشخص اللي جاي تقدم لك فعلا هتعرفي العيب اللي فيه وهتقولي أنا أمشي معاه هعالجه وهستحمل عيبه فأنا بقول لك توكله على الله طالما أنت عرفت العيب طيب هنا يا أبو يحيى لو البنت دي مش متقدم لها عريس وشافت الحزاء برضو في صجب أو واسع ومفيش عريس جالها طب أنا بسألها أنت راح مشوار في رزق أنت مسافرة أو أنت مسافر راح تشتغلي طيب أقول لك خلي بالك الشغلان اللي جاي لك برضو هيكون فيها حد هيديئك شغلان اللي جاي لك ممكن تتعابي فيها شوية فبقول لك على طول دورها على شغلانة تانية طالما الجازمة واسع أو فيها صجب أو مش مزبطة معاكي وانت راح تشتغلي بقول لك بعيد الشغل دو ممكن يجيلك من وراء منه الأزى أو التعب أو الهموم طيب لو قلتلي برضو بنفس النطاق أنا شفت الحزاء وكان واسع أو مقطوع أو فيه صجب أو أو وتوأمت معاكي دو وعشت معا وتعيشت معا وقدرت أن أنا أصبطه يبقى أنت لو راح تشتغل أو شفت شغلانة يبقى أنت هتتمكني من الشغلانة دي وهتقدري توجه كل مشاكل قدام منك وهتعرف تشتغلي في الشغلانة دي والله أعلى وأعلم